نهاردة وعلى نفس السياق معالي وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري عقد لقاء ثنائي مع وزير الخارجية السعودي سيد فيصل بن فرحان وبعد الاجتماع الوزيرين ترقسوا لجنة المتابعة والتشاور السياسي وزارة خارجيتنا الخارجية المصرية اتكلمت عن المشاورات المكثفة على جدوى الأعمال الوفدين مصر والسعودية ليه؟ عشان نطور أليات التعاون السنائي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتنسيق إذا القضايا الدولية وقضيتنا الإقليمية في فلسطين طبعا في المقدمة الوضع في غزة المحتلة نعايز أسمعكم جزء من كلمة وتشوفوا طبعا من كلمة مع الوزير سامح شكري ونرجع نكمل الكلام لقد نقاشنا اليوم عددا من الموضعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في خطاع غزة والقضية الفلسطينية كما سبق لنا التأكيد مرارا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية والقمة العربية الإسلامية الأخيرة فإننا نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة وندعو المجتمع الدولي بكافة أطرافه لتحلي بقدر من المسؤولية والإرادة في اطلاع تجاه تحقيق هذا الهدف والمتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القصري لسكان قطاع غزة أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والحرب وسمح بإدخال كافة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 27-20 بما في ذلك السماح للمنصقة الأممية بنشر المعدات والأفراد اللازمين داخل قطاع غزة لإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات وأن يتبع ذلك إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الجاد والحقيقي الذي يقود إلى حل الدولتين ويدعو المنطقة حينها على مصار السلام والتعاون الحقيقي لما فيه مصلحة شعوبها طيب دي كانت كلمة وزير خارجيتنا معالي الوزير سامح شكري